وعودة إلى قانون القومية والذي هذا الملف لا ينطي ولا ينتهي حتى اليوم فقد نوه البروفيسور سعيد زداني في مقاله حول قانون القومية بين التحدي والرد أن الهدف النهائي للنضال هو الحصول على المواطنة ديمقراطية متساوية في الحقوق ولكن ربما هناك حاجة لتغيير شكل النضال أو آليات النضال للحديث عن هذا الموضوع أتكر بداية إلى المقال الذي اخترناه لليوم ونعود لنكبل باقي حديثنا عن قانون القومية قانون القومية التحدي والرد بقلم البروفيسور سعيد زداني قانون القومية حسب ما قلنا وكتبنا ورددنا وحسب ما قالوا وكتبوا ورددوا يبث رسائل متنوعة لنا الفلسطينيون داخل حدود فلسطين الانتدابية وخارجها ولهم اليهود داخل حدود دولة إسرائيل وخارجها لقد قيل وكتب الكثير عن هذه الرسائل التي يبثها هذا القانون المشؤوم الذي صدر فجر التاسع عشر من يوليو عام 2018 حول الدوافع لها كما حول تبعاتها ولا أريد هنا تكرار ما قيل وما كتب منذ العام 2012 وحتى يومنا هذا في هذه المداخلة القصيرة أود تسليط بؤرة الضوء على القضية العصب القضية الصوب ذات العلاقة المباشرة بنا نحن الأغيار نحن الفلسطينيون داخل حدود دولة إسرائيل والمصنفون مواطنين فيها ولنترك الفلسطينيين الآخرين والأغيار الآخرين جانبا فقط لغارد هذه المداخلة المفرطة في القصر كلنا وقالوا كتبنا وكتبوا بأن قانون القومية هذا يعقل ويشرع لنوعين من المواطنين في الدولة الواحدة مواطنون أسياد مواطنون أتباع المواطنون الأسياد هم من ينطبق عليهم حق تقرير المصير في الدولة بينما المواطنون الأتباع هم من لا ينطبق عليهم مثل هذا الحق الجماعي والذي هو لؤلؤ التاج الحقوق الجماعية كلها المواطنون الأسياد حسب هذا القانون الأساس هم اليهود أينما كانوا أي داخل حدود الدولة وخارجها بينما المواطنون الأتباع هم غير اليهود من المواطنين وأستعمل هنا عبارة غير اليهود مراعاة للدقة إذ أن هناك كل من الأغيار غيرنا هم أيضا مصنفون مواطنين والسيادة في هذا السياق ذات وجهين أو وضعيتين سيادة بالفعل وسيادة بالإمكان فإذا كان اليهودي الإسرائيلي مواطناً سيداً بالفعل فإن اليهودي غير الإسرائيلي مواطن سيد بالإمكان ونعرف جيداً كيف يجسر قانون العودة لعام 1950 تلك الفجوة بين الفعل والإمكان أما المواطنون غير اليهود نحن وغيرنا من الأغيار خدمنا في الجيش أم لم نخدم أفرطنا في الولاء للدولة أم أفرطنا به فنظر المواطنين أتباع مواطن تابع أنت إذا لم تكن يهودياً حتى لو كنت عميل العملاء العميل أو فقيه الفقهاء الفقيه كما ذكرت المواطنون الأسياد في الدولة وخلافاً للمواطنين الأتباع هم من ينطبق عليهم حق تقرير المصير فيها ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك من بين ما يعنيه أن لهم القرار النهائي بشأن كل ما يختص بالسيادة ومشتقاتها لهم القرار النهائي بشأن طبيعة الدولة نظام الحكم فيها أمنها تركيبتها الديمغرافية مستقبلها علاقتها الخارجية لغتها ورموزها الوطنية اليهود في الدولة هم إذن أرباب البيت وحاملوا مفتاح أو مفاتيح البيت وحر الساحة وسياج وسقف البيت وإذا كان الأمر كذلك فقانون القومية إذن وبقوة القانون الأساس ذي البعد الدستوري يفصل ويميز عنصرياً بين نوعين من الديموس نوع أعلى يتمتع بحق تقرير المصير ومشتقاته المذكورة ونوع أدنى لا يتمتع بمثل هذا الحق قانون القومية إذن هو قانون تفوق عرق وفصل وتمييز عنصري ولكن التفوق العرق والفصل والتمييز العنصري عندنا يختلف كثيراً عن تفوق العرق والفصل والتمييز العنصري الذي كان معمولاً به في دولة جنوب أفريقيا لمدة تقارب نصف القرن وذلك رغم الشبه العائلي بين الحالتين وعلى فكرة هناك شبه عائلي غير قابل للإنكار أيضاً بينما يقوله قانون القومية صراحةً وما قاله وعد بلفر ضمناً قبل قرن من الزمان وأكثر ويسأل سائل من أهلها ما هو الرد الواجب والمتناسب على هذا التحدي؟ الواضح والصارخ وفي اعتقادي الراسخ ومنذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن إن الرد الواجب والمتناسب على كثرة قوانين ومارسات تفوق العرق والتمييز العنصري والتي تووجت بقانون القومية في تموز يوليو الماضي يتطلب السير في طريقي نضال لتحقيق هدف واحد ألا وهو تحقيق أكبر قدر من المساواة في حقوق المواطنة الديمقراطية الحقوق الفردية والجماعية على السواء وتبعاً لذلك فإن السير في طريق نضال واحد من دون الآخر يظل قاصراً عن تحقيق الهدف المنشود غني عن القول أن السير وفوق الشوك في طريق الحكم الذاتي يتطلب أليات عمل وأليات تنظيم وألماط نضال مختلفة وذلك إضافة إلى احتضام تلك القضايا ذات العلاقة الحميمة بالحقوق الجماعية فعلى مستوى القضايا الحكم الذاتي يعني ويتطلب السيطرة سيطرتنا إدارياً ومالياً وبرنامجياً على جهاز التعليم بكل مراحله يعني الولاية، ولايتنا على الأوقاف الإسلامية، يعني ملكيتنا الجماعية للأرض ويعني مسؤوليتنا عن حماية هوية الأحياء الفلسطينية في المدن المختلطة عكة وحيفة ويافة وغيرها وعن حل قضية المهجرين منذ عام 1948 وهكذا أما على مستوى التنظيم أو التمثيل يتوجب علينا استبدال لجنة المتابع العليا واللجان التي تناسلت عنها ببرلمال منتخب يمثل الفلسطينيين داخل الدولة تنبثك عنه هيئة تنفيذية هي حكومة الحكم الذاتي والتي يتوجب أن تنقل إليها الصلاحيات من الحكم المركزي حسب مبدأ التفويد وأخيراً على مستوى العمل النضالي أقول النضال الشعبي هو الأساس، هو الأهم، وهو الأجدى والأجدر وهو الذي يجب أن يحتل بالتالي مكان استدارة وذلك دون التقليل من أهمية النضال البرلماني والقضاء والإعلامي وختاماً لنغرس عميقاً في الأذهان أن الهدف النهائي للنضال والتنظيم بطريقتين المذكورتين هو المواطنة الديمقراطية المتساوية في الحقوق الفردية والجماعية الوطنية على السواء وبالتالي فإن الحكم على هذه الألية أو تلك أو هذا الطريق أو ذاك يتم بناء على مدى تقريبنا من هذا الهدف المنشود وهو هدف نهائي ونادي به أيضاً كحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليهودي الأوسع إذن مشاهدين الحديث عن ظل الوضع الراهن بعد قانون القومية وعن كل التحولات السياسية التي ستطرق مستقبلاً على القائمة المشتركة أو على نجد المتابعة ينضم عبر خط الهاتف دكتور مطانس جحادي أمين عام حزب التجمع الديمقراطي أهلاً بك يا دكتور مطانس أهلاً بك دكتور مطانس هناك أمر يحدث الآن في الكنيسة عن قائمة المشتركة خاصة عن العضو الكنيسة يوسف جبارين فإنه يدير النقاش في هذه الأثناء حول إلغاء قانون القومية أين نقف اليوم في ظل القانون القومية مع تداعياته؟ هل هذا يعتبر أيضاً ندشكل من أشكال النضال أنه عقد جلسات لإلغائه؟ لا يعني استعمال الكنيسة فقط لإلغاء قانون القومية هذا يعني لا أعتقد أن هذا المصار الوحيد ولكن الأهم أنه الحديث يجب أن لا يدور عن إلغاء قانون القومية فقط إنما عن طرح بديل نعم لأن كافة الأحزاب الممثلة في الكنيسة تدعم الأحزاب الإسرائيلية طبعاً تدعم بشكل أو بآخر قانون القومية حتى المعذكر الصهيوني بالأمس كان في بعض التسريبات هو أيضاً يدعم القانون يريد إدخال تعديلات عليه مثل المصطلح الديمقراطي وقيمة المساواة وما إلى ذلك ولكن نحن الفلسطينيين في الداخل يجب أن نعرض بديل لهذا القانون بديل ديمقراطي بديل يعترف بنا كأصحاب أرض كأصحاب وطن ووجود الشعب الفلسطيني في هذه البلاد وأن الدولة ليست فقط حكراً للشعب اليهودي مثل ما القانون يدعي إنما أن تتحول إلى دولة لكل مواطنية كل المواطنين تحت السيطرة النظام الإسرائيلي يجب أن يكونوا متساويين في هذه البلاد حدود الـ 48 على الأقل ويجب أن تغيير طبعاً النظام لأن هذا مشروع يعني قانون قومي يعكس مشروع الصحيح اللي يجب على المجتمع الفلسطيني في الداخل أن يعرض أن يتفت على مشروع مناهد مختلف يتحدى المشروع الصحيح وهذا طبعاً بده شغل المتابعة الكنيسة المجتمع المدني المجتمع الدولي العمل الدولي كله بحاجة إلى عمل جماعي وموحد ومدروس عملياً لتحقيق ربما هذا الهدف نعم كيف ترى مدى تأثير الأحزاب العربية وخاصة أن قائمة المشتركة وما يحدث اليوم أيضاً في الجلسة على بلورة الوعي السياسي وثقافي لدى الجمهور العربي في الداخل لا هي أن الحقيقة الأحزاب العربية تقوم بدور مهم جداً في اللي سميها يعني جتمعة المجتمع الصوصيني في الداخل يعني الترويج الإيدولوجي الأفكار العمل السياسي الأفكار السياسية تطرح عن طريق الأحزاب وهذا كان ضمن يعني 48 لليوم الأحزاب في الداخل إليها يدور هام يعني فيه كثير منها يفكر يعتقد أنه فقط العمل البرلماني هذا يعني المحور العمل الوحيد للأحزاب العربية ولكن هذا جزء من عمل الأحزاب هناك المؤسسات الحجبية هناك العمل الطلابي المخيمات الصيفية كل عملية يعني التصطيف السياسي والمنافسة لأن المنافسة مرات جيدة للتفطيف السياسي لدى المجتمع الفلسطيني والحفاظ على الهويد والحفاظ على ما يجمعنا في هذا الوطن هذه المهمة يعني ليست سهلة ومش قليلة للأحزاب العربية في الداخل قائمة المشتركية يعني تتشكل من جموعة أحزاب يوجد برنامج سياسي متفق عليه ولكن يعني برنامج سياسي خلينا نقول يعني لم تلتزن به كافة مركبات المشتركة بشكل جدي يجب الاهتمام به أكثر يجب العمل على تحسين وتقوية هذا البرنامج والالتزام به أكثر وأن يكون مشروع سياسي مناهد أو يشتبك مع المشروع الصهيومي لأن هذا هذه الموضوع الأساسية للأحزاب العربية في الكنيسة وليس فقط تنقوين أو تغيير الوضع اليومي للمواطن العربي إلا أننا في إعادة أن نكون بالمعارضة ولا نكون بالاقتلاف وتحسيننا البرلماني قليل جدا في هذا الصيح البرفسور سايد زيدان في مقاله يميز أيضا وينوه أن هناك انشرعات القانون القومية ميزة بين النوعين من المواطنين اليهود هم الأسياد وغير اليهود هم الأتباع كيف تفنيت ذلك دكتور مطانس؟ لا إن صحيح هذا ما يقوله قانون القومية وبرفسور سايد زيدان لديه مساهمات كبيرة في هذا الصيح ويطرح بدائل يقول أنه يجب أن نطالب الآن بحكم ذاتي داخل إسرائيل ولا نكتفي فقط بالحكم ذاتي الثقافي أو طرح من ذاتي الثقافي لأنه من حقنا أن ندير أمورنا المعاشية بأنفسنا وخاصة بعد هذا القانون اللي يعني يسرع أو يقون وجود نوعين من المواطنة في إسرائيل نعم بالأمس كان لك مقال عن دكتور مطانس وقد ترحه زميلي وإلعواد في حلقة الأمس عن مكانة القائمة المشتركة وتعزيزها وأيضا دكتور سايد زيداني نوها في مقاله لليوم إلى مكانة لجنة المتابعة وأنت لم تستثني أيضا دور لجنة المتابعة بالشراكة مع القائمة المشتركة ولكن ما هو دور لجنة المتابعة اليوم من اقتراحات وقرارات في كل ما يحدث؟ أنا لأن الوقت شوي ضيق معنا لفنة المتابعة يعني مركبات المتابعة أوسع كثير من مركبات القائمة المشتركة القائمة المشتركة هي أدالة الأعمال البرلماني أدالة تنظيم المجتمع الفلسطيني سياسيا في الداخل وللتصدي وتحدي ومواجهة العنصرية في البرلمان ووظائف عديدة أخرى ولكن لا تشمل كافة الطيارات السياسية في الداخل لأنه في طيارات لا تشارك العملية في الكنيسة ولكن الجسم الأعلى الذي يمثل الشعب الفلسطيني بالداخل هي لجنة المتابعة التي تعبر أو مفروض أن تعبر عن الأهداف السياسية للفلسطينيين بالداخل ويجب أن يكون لديها برنامج سياسي أو طرح سياسي كلجنة متابعة تتفق عليه الأحزاب وتعرض على المجتمع العربي في الداخل وتعرض أيضا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي لمواجهة المشروع الصهيوني لا يمكن مواجهة المشروع الصهيوني فقط من داخل البرلمان وهذا أصلا لا يكفي لجنة المتابعة لديها وظيفة هامة جدا في هذا الفيق وطبعا العمل بالتعاون مع القوم المشترك هل يمكن نتغيير صلاحية لجنة المتابعة العليا لكي تغير أيضا لكي تعزز مكانتها هل برأيك هنالك يجب أن يكون تغيير معين مكانة طوعية يعني لا يوجد لديها مكانة قانونية الدولة التي تعترف بها مكانة طوعية من قبل الأحزاب والمجتمع العربي في الداخل ونلتزم جميعا بقراراتها لأننا شركاء فيها ما يمكن عمله هو يعني رفع مكانة المتابعة وتقوية شرعيتها عن طريق انتخابات مباشرة من المجتمع العربي وأن لن تكون فقط يعني لجنة منتخبية إلا ما أن تنتخب بشكل مباشر من المجتمع العربي ونعتقد أنه في السنوات الأخيرة يعني مكانة المتابعة تتحسن وعملها يتحسن في الشارع العربي نعم دكتور مطانس دي السؤال الأخير فقط لا أريد أن أستثني مكانة الجمهور ودور الجمهور في كل ما يحدث كيف يمكن إشراك الجمهور وأن الأحزاب تأتي إلى الجمهور وأن الجمهور يتفاعل مع الأحزاب في أي طريقة يمكن إشراك الجمهور في كل العملية السياسية والحزبية وكل ما يحدث في الدولة للأسف أنا معي دقيق أو ضيق أو نصف فقط أنا اللي مطبوط دلوعي أكثر أنا أعتذر أننا المجتمع الناس أولاً تعمل من خلال الأحزاب يعني الأحزاب هي تعبر عن رغبة أو معتقدات فئة من المجتمع العربي في الداخل بإمكانوا إصال هذه الموقفة عن طريقة الأحزاب لكن أيضاً يجب أن يكون تواصل أفضل بين الرقائم المشتركة وبين الأحزاب مع المجتمع العربي أيام دراسية لقاءات مفتوحة نعم مع الفئات الأكاديمية مع المجتمع المدني أن نستمع وأن يكون شركاء بوضع برامج وخطوات عملية للقائم المشتركة وغيرها من المؤسسات الجمعية هذا بالإمكان ولكن هذا بده جهد كبير لتطبيقه نعم دكتور مطانس جحادي أمين عام أتجمع وطن الدموقراطي شكراً لك المدخاتك كنت معنا في متر الصحافة لهذا اليوم اشتركوا في القناة